خد تعالى بوتي قرآن بو مهنار تاكار ايك بسيارش ما بكت قرآن بوتي هاتي قرآن بيروس طبعاً جلا آياتي تاين ما هندك شيد ايناين همي تظنه في العربية الشهر الزاب بجني لامو التعليل لامو سببية يعني ايش بار فلان تشتيه بجتشتك بجنش بار فلان تشتي لأنه عن لي اوه لامو التعليلت بجني خد تعالى 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 تاكا بيروس بجت إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق باش غير خواب داني إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ايه بوتي هاتي خد تعالى في كتاب ما ينخواري بحقيب ما فريك لي لتحكم بين الناس بما أراك الله ها أفا ايك شمالا متوي يهت ساركي واكي بجني يهت رقم ايك لتحكم بين الناس ونغو ته لتحكم بين المؤمنين أو لتحكم بين المسلمين لتحكم بين الناس يعني قرآن ايك يا هاتي ما قد ها تكاديج طبعا بجد وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نقول بين المؤمنين يوم بين المسلمين نقول بين المؤمنين نقول بين القرآن يهاتي بوهمي جهاني بوهمي جهاني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكن للعالمين نذيرا بوهمي جهاني يهاتي حقية عدالات نافكم القهيدة بنجاح في أي جداهية يأخذ ناف برا بسلماني وغير بسلماني هذا منهج الياساء القرآن في مروفات همية القرآن قد تعالى براستي أفآت مخواندي بجد الهندية أمين ما قرآن بحقية تهنارة أي محمد صلى الله عليه وسلم يتم بردو يكسانية و بداده حكمتنافرا خالقه دار بكه و بهلاياني بهلايانگيري بههيك بسلماني حكمي بههيه يخودي بوحي اناي خوار و نشاطا دائه طبعاً هشي قومتان بجن حكم الويري نهي تسالط، نهي دکتاتوريات حاشا وقتاً مجلد التحكم باينناس نصان ما معناه وچه يه الذي يواجهون في كل شيء يتعاد طريقه في حكم و محكومه في كل شخص لا يمكن تقاط لها في كل شخص يتعاد طريق البلق هذا هو اولى يتعاد حكم بين الناس في كل شخص يتعاد طريق البلق ومع لتعادل منه فلتنطبه لا يمكنه هذا هو هجي قرآن يتعاد حكم بين الناس ماذا يعني؟ يعني أن يصبحنا في كل شخص يبقى ترورده وكتبه لأن تحكمت بين الناس تحكمت بين الناس و تحكمت بين الناس سيكون قرآن يتكلمون بأن يتكلمون بأن تحكمت بين الناس enfin فقط يوزن الرائحة فلن seconds فلن يوزن رائحة فلنهوا أجل نبيش فلنهوا أجل لن أطبع بل نبيش فلنهوا أجل هذا النبي يقول منذ كل من يولا لتحكم بين الناس